والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد سارة نجيب ومزيد من التفاصيل سارة شكرا محمد شكرا هبة مشاهدين هذه وقفة الاقتصادية لتاسعة أهلا بكم بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي عددا من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري بالمجالات المختلفة وأكد مدبولي أن الفترة الحالية تشهد فرصا واسعة للقطاع الخاص وأن الحكومة تعمل على تعزيز تواجدها في التنمية الاقتصادية من جانبه قال وزير الاستثمار الإماراتي إن هناك توجيها من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات اتفقت مصر وكوريا الجنوبية على أهمية تعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات ونقل تكنولوجيا الكورية إلى مصر جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مدير صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بكوريا الجنوبية والمسؤول عن إفريقيا شانج يونسو ويهدف اللقاء متابعة موقف المشروعات المنافذة حاليا ومناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة وقع وزير البترول طارق الملة ممثلا للحكومة والرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عبر تقنية الفيديو كونفرنس برنامج العمل المسترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة وأوضح الملة أن البرنامج يتضمن عددا من المجالات من بينها إعداد النماذج ودعم بيامج وخطط إزالة الكربون وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهايدروجين تتابع الحكومة باستمرار مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر الجاري بالمحافظات يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئاسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين حيث يتم تنفيذ المبادرة لمدة ستة أشهر بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وأضافت الحكومة أن المبادرة خفضت أسعار السلع الغذائية التي تتضمن سبع سلع غذائية استراتيجية حيث تم إقامة ستة ألاف وثمانمائة وواحد وعشرين شادراً ومعرضاً ومنفداً ثابتاً ومتحركاً في المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين نظم المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية مؤتمره الأول تحت عنوان الشركات العائلية فرص التوسع والاستمرار هذا وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال البنوك والبرصة تحت عنوان الشركات العائلية فرص التوسع والاستمرار نظم المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية المؤتمر الأول وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال البنوك والبورصة ويأتي المؤتمر بهدف استعراض فرص التوسع واستمرار الشركات العائلية لما تلعبوا من دور ينعكسوا بشكل إيجابي على الاقتصاد والدخل القومي كل الشركات العائلية اللي بوجودها في مصر اللي بتوسل نسبة كبيرة جدا من حجم الاقتصاد وحجم الشركات اللي في مصر توجهها أو ان احنا نوري لها الطريق انها تقيد في البورصة وتطرع السومة في البورصة انا شايفين ده بيضمن لها استمرارية ونجاح اكتر من وجودها كشركة عائلية لان قدرتها الحصول على التمويل مختلفة تماما بعد القيد في البورصة الحقيقة المؤتمر النهاردة بدأ قصته بانه ان انا قرية دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية الدراسة دي بتقول انه شركات العائلية بتمثل 75% من حجم نشاط الاقتصاد من حجم نشاط القطاع الخاص في مصر وبتوظف 70% من القوى العاملة لكن للأسف 30% فقط من هذه الشركات هي اللي بتكمل بعد الجيل الاول والاصعب انه 3% فقط هما اللي بيكملوا بعد الجيل الثاني والثالث بيمظر دائما لعملية القيد في البورصات انه هو يعني امر فيه قدر من الصعوبة محتاجين بس دايما نبقى بنتفهم احنا بالنسبة للقيد في الاسواق العامة انه زي ما انت بتحاول تحفز الشركات انها هتيجي وتطرح اسهمها وعلشان بيدلها فرص للتوسع والنمو لم تكن لتصبح متاحة لديهم بدون عملية القيد في البرصات او الاسواق العامة المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات منها استراتيجية التوسع من نطاق الشركة العائلية واطرحها في البرصة وهيكلة وحوكمة الشركات العائلية الى جانب مناقشة الحاجة لوجود تشريع خاص لتنظيم الشركات العائلية هي طبعا الفكرة بتاعت المؤتمر رائعة جدا لانه الاقتصاد المصري بيكون او حاجة من الحاجات المهمة فيه هو الكتاع الخاص وفي مصر المشاريع العائلية دي حاجة طبعا common جدا انه لما حد بيعمل مشروع وناجح وبتتورسل اجيال فكويس جدا انه المؤتمر يناقش ازاي نشتغل بطريقة بقى professional وناخد افكار ونطور البيزنس بدل ما بعد اجيال معينة البيزنس يروح خالص المؤتمر شجعني اوي لانه اتقال فيه حاجة مهمة اوي الاحصائية ان احنا 75% من القطاع الخاص في مصر شركات عائلية وانه بعد الجيل التاني بيبقوا 30% والحاجة اللي تخد ان احنا بعد الجيل التالب بنبقى 3% بصراحة دي حاجة يعني خضتني وشجعتني في نفس الوقت ان انا احضر وان انا اعرف ايه اللي اقدر احافظ عليه خصوصا ان احنا شركتنا انا يعتبر الجيل التاني انا شركة اتأسست 1960 فاحنا يعتبر الجيل التاني ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة الاخيرة من يمجن 8-22 شجعت كل الشركات في مصر انها تقدر تيجي تقايد الاسهم في البورصة المصرية والقيد بقى اسهل حاجة نقدر نعملها بشروب بسيطة جدا كل شركة ممكن تيجي تقايد في البورصة المصرية المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يعد المركز الاول في مصر والشرق الاوسط المتقصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية لما يمثل هذا القطاع من اهمية حيوية للاقتصاد والدخل القومي في اسواق البترول العالمية تبينت اسعار النفط بعد انخفاضها اكثر من 3% في الجلسة السابقة اذ تغت المخاوف حيال الامدادات التي اثارها الصراع في الشرق الاوسط على بيانات صينية ضعيفة وارتفعت العقود الاجلة لخام برينت بنسبة 3% لتصل الى 87 دولار و48 سنة للبرميل بينما اتراجع خام غرب تكسس الوسيط الامريكي بنسبة 1.17% لأصل الى 81 دولار و35 سنة للبرميل وارتفعت اسعار المزاد عالميا بنسبة 1.35% لتصل الى دولارين و92 سنة للتر كما ارتفعت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.86% لتسجل 3 دولارات و58 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اغلقت معظم اسواق الاسهم في الخليج على ارتفاع بفضل ارباح بعض الشركات مع ترقب المستثمرين القرارات المتعلقة باسعار الفائدة التي سيصدرها مجلس الاحتياط للتحدي في نهاية اجتماعاته التي تستمر يومين بدءا من اليوم الثلاثاء وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.5% كما وصلت سوق الاسهم السعودية مكاسبها وشهدت تحسنا في اداء قطاع البنوك وغيره من القطاعات وارتفع سهم شركة النفط العملاقة ارامكو السعودية بنسبة 1.1% كما ارتفع مؤشر دبي 1% وكذلك زاد مؤشر ابو ظبي بنسبة 6.10% كما تقدم المؤشر القطري بنسبة 1.10% نهاية جولتنا لاقتصادي لتسعة والآن عودة من جديد إلى محمد وهبا إليكما شكرا لك يا سر شكرا لك يا سر